تعالى وحدة وحدة هنشوف مع بعض الموضوع اللي جايبه لنا المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ونحاول نشرحه بالراحة شوف هو معنون باسم رسائل دولية ومطمئنة تعكس صلابة الاقتصاد المصري وتشيد بتعامل مصر مع الازمة طيب رؤية البنك الدولي خد بالك البنك الدولي مش الصندوق يعني مش صندوق النقد أنا هنا بكلمك الأول على رؤية البنك الدولي وهجيلك على صندوق النقد بعدين وهجيلك على الإيكانوميس بعدين وهجيلك على فتش بعدين طيب رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الازمة أول حاجة بيقولها البنك الدولي إيه؟ بيقول يواجه العالم ما قالش يواجه مصر العالم تدعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخول جائحة كورونا لعامها الثالث يبقى أنا عندي أزمة كورونا وطبعا اتحط فوقها أهو والنشوب الأزمة الروسية الأوكرانية يبقى أنا عندي الأزمة بتاعة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الكورونا وتحط فوقها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفعت معاها معدلات التضخم في العالم وأسعار الطاقة والغزاء في العالم إلى مستويات تاريخي طيب بيقول إيه تاني؟ بيقول مصر بقى اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة يعني مصر عملت مجموعة من الخطوات والإجراءات علشان تقف قدام هذه الأزمات اللي هي الأزمة الاقتصادية بتاعة كورونا واللي هي الأزمة الاقتصادية بتاعة الحرب الروسية الأوكرانية على رأسها إيه؟ تقديم حزم تمويلية ده كلام البنك الدولي للتخفيف من ارتفاع الأسعار يعني الدولة مصر خادت مجموعة من الإجراءات والخطوات اللي تخفف حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين طيب عملت إيه؟ البنك الدولي بيؤكد زيادة الأجور والمعاشات طيب ثلاثة بعض القطاعات وهنا بقى ده اللي بيقولك فيه على كفاءة الاقتصاد المصري ماشي إزاي؟ بعض القطاعات وإحنا هنا قمنا وإحنا بنقولك سواء إذا كان المركز الإعليم مجلس الوزراء أو برنامج التاسع أو الفقير إلى ربه تعالى يوسف بعض القطاعات ما بيقولكش كل القطاعات آخذة في التعافي زي إيه؟ قطاع استخراج الغاز على سبيل مثال قناة السويس على سبيل مثال آخر وبيقول وبيواصل قطاع الاتصالات والبناء اللي اتنين دول اتصالات والبناء والتشييد دورهم كمساهمين مهمين في تحقيق النمو بالمناسبة قطاع البناء ده تحديدا عشان بس تبقى فاهم ده تقريبا يساوي 20% من الناتج القومي بتاعنا عرفت ليه؟ إحنا شدين حلنا في قطاع البناء عشان بس اللي بيسأل هو إحنا بنبني ليه؟ بنبني علشان ده 20% من الناتج القومي الإجمالي بتاعنا بنبني ليه؟ لأنه قطاع بيشغل ناس كتير بنبني ليه لأنه بيشغل قطاعات كتير عامل زي اللي كنت بنسميها في الاقتصاد زمان كده وإحنا في الجامعة أو القاطرة الاقتصادية ده نوع من القطاعات الاقتصادية اللي زي القاطرة بيسحب له قدام وورا مجموعة من القطاعات طيب أربعة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر هام لخلق فرص عامة الجديدة وتحسين مستويات المعيش طب يعني إيه؟ يعني خطوات الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري اللي بدأت من 2014-15-16 على التوالي هي طلقى طلقى إعجاب ومش بس قبول بل وإعجاب من البنك الدولي وبيقول كملوا في السكة دي عشان تعرفوا تعبدوا تعال نشوف اللي بعدها طيب رؤية البنك بقى في التعامل مع الأزمة فبيقول إيه؟ أنه رغم تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية ده بالمناسبة هو الرد الواضح الذي لا يقبل شكا ولا تأويل على أي حد بقولك إيه؟ والاقتصاد المصري وقع والنبي والنبي بلاش فتي في اللي ما بنعرفوش اللي ما يعرفش اقتصاد ما يتكلمش فيه أبوس إيديكو مش لازم نفتي في كل حاجة خلي اللي فاهم يقول البنك الدولي أكيد فاهم أكثر من يوم من حضرتك أكيد شغلته هيعمل إيه طيب؟ يشتغل كوروشيل بنك الدولي؟ توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة وضع الإيجابي أفضل مما كان عليه حتى قبل الأزمة حلو طيب توقعات معدل نمو للعام المالي 21-22 بص خمسة في المية خمسة ونص في المية خمسة ونص في المية ده للتلات أرباع أو الكورترز اللي جاية التلاتة اللي فضل لنا يعني إحنا دلوقتي خلصنا شهر أربعة فإحنا خلصنا أول ربع السنة هو صحي كده؟ طيب لأ 21-22 إحنا كده خلصنا تقريبا نصين فعندنا خمسة في المية فضل لنا ربع وربع تانيين خمسة ونص وخمسة ونص يعني إحنا بإذن الله هنكمل بمعدل خمسة ونص لحد نهاية العام المالي يعني في 31 سأسف نهاية 30 نهاية 6 20-22 تعال نشوف من المتوقع إنه تحقق البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة إحنا بنستورد نفط وبنصدر غاز فرق ما بين الحاجتين فبيقول إيه بقى؟ بيقول إن البلدان اللي بتستورد النفط في المنطقة يعني زي حالتنا هنحقق نموه بنسبة أربعة في المية ده كده المتوسط العام للنمو للبلدان مش لمصر البنك كان واضح بالنسبة لمصر قدت خمسة ونص في المية لسنة عشرين واثنين وعشرين وهو ما يعزز النمو القوي المتوقع اللي بتحققوا مصر فما تجيش تقول لي الحكومة تعبان الحكومة مش تعبان الحكومة بتشتغل فيجي السؤال إنت عاوز تشوف الشغل اللي تعمل الحكومة ولا مش عاوز تشوف دي بقى قصة تانية مش عاوز ده موضوع تاني طيب نحط كده الكلام ده على جنب ونبقى نتناقش فيه طيب مع تأثيرات المتوالية للأزمة من المتوقع إنه ينخفض معدل النمو الاقتصادي المصري لخمسة في المية يعني بدل خمسة ونص نرجع تاني الخمسة بس امتى؟ اتنين وعشرين؟ تلاتة وعشرين ده تاني بسبب تداعيات أزمتين كورونا وروسيا أوكرانيا ولكن سيظل أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة يا حلاوة يعنينا برغم كورونا تلت سنين والأزمة الروسية الأوكرانية اللي ضربت العالم على مستوية أسعار الطاقة والغذاء وتضخم وركود تضخميزة اللي حصل في أمريكا غير مسبوق الأمريكان ما شفوهوش وما سمعوش عنه قبل كده برضو هتبقى أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة تلاتة وضعت الزيادة الأخيرة بالنشاط الاقتصادي مصر يعني الزيادات اللي حصلت دي حطت مصر على المصار الصحيح الزيادة اللي في الايه في معدل النمو على المصار الصحيح لتحقيق نموه يصل لخمسة ونصف في المية واحد وعشرين اتنين وعشرين زي ما كنا بنقول طيب الجهود المتضفرة جهود المجمعة جهود اللي حصلت دي كل الخطوات والإجراءات اللي كانت بتحصل من سنة الفين وستاشر زائد التدابير المتخزة من وقت ما بدأت الجائحة بتاعة كورونا دي في عشرين عشرين وتوفير الدعم للقطاعات ده بقى بتدعم قطاعات زي ما بتعمل مثلا مبادرات من المركزي بتعمل مبادرات من وزارة الصناعة بتعمل مبادرات من كذا إلى آخره ده اللي خلى البلاد ده كلام البنك الدولي خلى البلاد اللي هي مصر هنا تتمكن من مواجهة الجائحة بمرونة وما انت صحيح لما العالم كله كان بيقع اقتصاديا وفيه اقتصاديات في العالم بقت تحت الصفر واقتصاديات صفر واقتصاديات واحد في المية اقمال انت تلاتة وستة من عشر ازاي بدأ مش بتويتر وفيسبوك وتيك توك خالص مش بالفتي خالص مش بالتسخين خالص طيب خمسة نفزت مصر عدة اصلاحات لتحقيق الاقتصاد استقرار طيب كمان اتخاذ خطوات لتعزيز ادارة ملف الدين مش انا كنت بكلمكم عن الدين من شوية خلو حلو وتعزيز بيئة الاعمال واصلاح قطاع الطاقة يعني ايه احنا اشتغلنا على تعزيز ادارة ملف الدين يعني في بعض الخطوات اللي احنا بنتخذها من شأنها انها ترحل الدين لقدام كويس وبالتالي انا اقدر اخفف من او اخفف على الموازنة العامة شوية طيب يجي واحد يجي يقولك ايه وهذا سوف يجنيه الابناء والاحفاد واللازي منه لا ده مش هيجنيه الابناء والاحفاد واللازي منه لان انت دلوقتي بترحل ده القدام عشان تعزز نمو القطاعات الصناعية والانتاجية بتاعتك فتبقى القطاعات الصناعية والانتاجية بتاعتك دي قاعدة عمالة بتشتغل وبالتالي تغطي لك نسبة لا بأسة بها من الاحتياج المحلي وبعدين يبقى فيه عندك قطاعات اخرى بتشتغل على التصدير ده يعمل ايه يعمل حاجتين واحد منهم انه يجيب لك فلوس فيبقى عندك قدرة اعلى انت كده كده عندك قدرة كوي محترمة على السداد قدرة اعلى على سداد الدين وبالتالي ليس هذا ليس هذا ما سوف يجنيه الابناء والاحفاد واللازي منه ولا حاجة هو انت بقدر لها تدفع بس بزكاء وعندك فعالية اكتر على الدفع زي بالزبط كده مرتبك زاد بالبلدي يعني مصر بتشتغل على انه المرتب يزيد بتاع مصر بتاع مصر النتج القومي الاجمالي بتاع مصر يزيد ميزانها التجاري يبدأ يتعدل احنا طول الوقت عندنا الواردات اعلى من الصدرات احنا بنعمل ايه بنحاول نزود الصدرات ازود ازود هيجي في مرحلة هنبقى زي بعض ممكن تيجي مرحلة تانية يبقى الصدرات بتاعتي اعلى دي بقى المزيكة كلها طيب يبقى انا برحل الدين شوية لقدام اعزز القطاعات الانتجية والصناعية بتاعتي ازود الفلوس اللي دخلالي يبقى اسدد اجزاء ضخمة جدا من الديون بتاعتي بفعالية اكبر واقوى ومن ناحية تانية برفع معدلات النمو تعالى على البعض نمرة ثلاثة ايوة طيب الصندوق بقى صندوق النقد الدولي ومديرته العامة كريستالينا جورجيفا بيقولوا ايه الاول هناخد الصندوق نفسه وبعدين ناخد التستموني او الشهادة بتاعة كريستالينا جورجيفا الصندوق بيقول مثلت الازمة في اوكرانيا تحديات كبيرة لجميع دول العالم فاللي ييجي دلوقتي ويقولك انه لا الازمة مش اوكرانيا ومش روسيا ومش الكورونا ده هو الاقتصاد المصري وحش اضربوا على بقه على طول والله بتكلم جدا اضربوا عملوا كده قولوا بس انت تاك وتعخبتوا على بقه كده طيب لجميع دول العالم بما فيها مصر وده طبيعي اصلا احنا مش قاعدين في زوحة ليعني احنا لسه على هذا الكوكب لما فرضته من تداعيات سريعة التغيير مثلت حالة من عدم اليقين في العالم كله يا راجل ده الالمان مش قاعدين على بعضهم المانيا رابع اقتصاد على العالم اول اقتصاد على اوروبا مش قاعدين على بعضهم امريكا حالتها كرب كرب وده على مسئوليتك كرب وما للبنك الفيدرالي الامريكي يجتمع ست مرات الاجتماع الجاي بالموزة في شهر خمسة قاعد بيشد في شعره عشان يعالج الركود التضخمي اللي عنده بالمناسبة ركود التضخمي ده معناها انه ازم اقتصادية متعلقة بارتفاعات نسب البطالة وزيادات في الاسعار حالة سيئة جدا اللي بيمر بين اقتصاد الامريكي بالمناسبة طيب هل احنا نفرح بحاجة زي كده لا اطلاقها لان الاقتصاد الامريكي بحكم حجمه الضخم جدا بيؤثر على العالم احنا عايزينه يتعدل المهم اتخاذ مصر مجموعة من التدابير والسياسات الاقتصادية من شأنها الحفاظ على افاق النمو الاقتصادي على المدى المتواصل يتفق رؤية الصندوق هنا مع رؤية البنك الدولي في فكرة التدابير الاقتصادية والسياسات الاقتصادية اللي بتحافظ على معدلات النمو مش بس كده وعلى افاق لهذا النمو يعني استمرارية في النمو مش استقراره وخلاص طيب الاجراءات المتخذة ده برضو رؤية هنا الصندوق يتفق فيها مع البنك الدولي توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان مرونة سعر الصرف دي خطوات الصندوق بيرحب بيها جدا على حسب تعبيره لانها تمتص الصدمات الخارجية في خلال هذه الاوقات المضطربة اللي بيمر بيها العالم الحاجة الرابعة اللي بيتكلم فيها في رؤيته الصندوق بيقول لسه فيه احتياج لاستمرار السياسات المالية والنقدية الحكيمة يعني يصف السياسة النقدية والمالية المصرية بانها سياسة حكيمة وبيقولك كمل في السياسة الحكيمة كمل زي ما انت لمواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ برنامج يدعم النمو المستدام والتشغيل المستمر يعني من الاخر البنك بيقولك كمل كده علشان تضمن انك انت تقلل من معدلات البطالة ترفع من معدلات خلق فرص العمل وبالتالي نمو مستمر بإذن الله كريستالينا جورجيفا بقى بتقول ايه؟ بتقول اود ان ارحب باستجابة مصر السريعة واخد بالك دمان كانوا يقولونا انه القرار اللي ما يتخدش في معاده يبقى قرار فاشل لازم تاخد القرار في معاده يطلع القرار ده بقى قدام يطلع دلوقتي يازم تاخده في معاده مصر لو كانت تبطئت في اتخاذ قرارات اقتصادية احنا كنا وقعنا وقعة للركب ولا بلاش للركب دي مش حلوة بحبه ايش بتوذكرني بزمن لا احبه على الاطلاق كنا وقعنا وقعة وحشة فبتقول اودو ان ارحب باستجابة مصر السريعة ده القرار او القرارات والخطوات الاقتصادية اللي خدتها مصر فورا لتفادي تأثيرات الازمة السلبية على ميزان المدفوعات ده واحد وارتفاع اسعار اغلب المواد الغذائية واررفنا بسرعة مكناش لحقنا الاسعار هتجي تقول لي مع الاسعار لسه غالية يا عم يوسف قولك ايوة فانت غالية انا بقولكش لأ هنجذب هي الاسعار غالية لكن لما كناش خدنا الاجراءات اللي حصلت الشهر اللي فات ده او في بداية هذا الشهر يعني قبل رمضان على طول كانت الاسعار بقت اكتر من كده تقريبا 25% اكتر من الوضع الحالي ده ده بجد مش نظار طيب وبتقول كريستالينا جورجيفا ايه بتقول نوده ان نرى مصر تحمي ما حققته خلال السنوات الاخيرة من تكوين احتياطيات كافية من النقد الاجنبي ومنح الثقة للمستثمرين يعني مصر يتحفظ على احتياط النقد الاجنبي بتاعه طبعا يعني يبختنا لو انه قدرنا نزود احتياطيات النقد الاجنبي بتاعتنا اكتر من كده وده ليه طرقه يعني جزء من الطرق ده هو تحولات المصرين بالخارج قطعا لا ريبة فيه خالق لازم فهتلاقي نحن مثلا بنطرح حاجات زي بيت الوطن وما الى ذلك ايو يا جماعة مصر اولى بفلوس اولادها واولادها اولى باستثمراتها ده بمنطقة البساطة فدي طريقة الطريقة التانية هي دعم مقطع السياحة لانه كل ده بيدخلك فلوس كتير بسرعة الطريقة التالتة واللي بنشتغل عليها دلوقتي ولو تلاحظ القرارات اللي بتتخذ خلال الكام يوم اللي فاتوا هي دعم القطاعات الصناعية والانتاجية المصرية ده اللي يعمل ايه يقلل حجم انفاقك من العملات الصعبة ويزود حجم استقبالك للدولار عن طريق الصدرات فبدقول ايه من تكوين احتياطيات كافية من النقد الاجنبي ومنح الثقة للمستثمرين خبالك ان احنا لما جينا جزء من التدابير الاقتصادية اللي اتقالك يتقالك والله بخصوص الضريبة العقرية على المنشآت الصناعية فأي غرامات عليها تتشال وهنشيل الضريبة الدولة هتتحملها تحديدا الدولة معلش ان اقولك تادي الدولة هتتحمل الضريبة العقرية عن منشآت الصناعية سواء اذا كانت الحالية او اللي تحت الانشاء لمدة ثلاث سنين انا كده بشجع المستثمر خش اشتغل وانا شايل جزء من الحمل ده من عليك طيب وقد تأثرت مصر سلبا رغم الاصلاحات بالازمة الروسية الاوكرانية يعني لو ما كانش فيه ازمة روسية اوكرانية اكيد كان الوضع يبقى افضل من كده ما فيش خلاف لاعتمادها على الواردات من هتين الدولتين الا انها اتخذت اجراءات مناسبة للحد من تلك الضغوطات الخارجية ده كريم ده كريم ده كلام كريستالينا جورجيفا خلينا ناخد سلايد الاخيرة مهمة خالص بصة با ادي فتش سولوشنز ادي ايكونومست ادي جولدمن ساكس تعال نشوف فتش بتقول ايه فتش بتقول الازمة الروسية الاوكرانية من شأنها ان تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية يعني ترفع من معادلات التضخم على مستوى العالم والتأثير على تدفقات التجارة العالمية لكن نعتقد ان استجابة مصر السريعة على تلك التداعيات تبشر بالخير لمستقبل الاقتصاد المصري ده فتش سولوشنز ودي مؤسسة من الصغيرة على الاطلاق مؤسسة كبيرة ومحترمة رغم التأثيرات السلبية للازمة على اسعار الطاقة والغزاء على مستوى دول المنطقة تعتبر مصر على مستوى دول المنطقة يعني الشرق الاوسط شمال افريقيا قررتنا الافريقية بالكامل على مستوى دول المنطقة تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه الاقتصادات لما لديها من عجز ضئيل جدا بالميزان التجاري البترولي لانه جزء من الازمة هو ارتفاع اسعار الطاقة فلانه انت عندك قدر على انتاج الطاقة فالعجز في الميزان التجاري البتروليتي تاعك ضئيل جدا فبع ابعد عنك الازمة قدر الامكان تعالوا نشوف الايكونوميست اكبر مجلة اقتصادية في العالم بتقول ايه اكبر مش من اكبر بتقول القاتي البعد الاول للازمة الاوكرانية والاكثر تأثيرا على مصر هو اسعار القمح المرتفعة والتي تستدعي زيادة الانفاق على الواردات الا ان بعدا اخر للازمة هو ارتفاع اسعار الطاقة بصورة كبيرة وانتو عارفين اسعار البترول بيتعاملة ازاي في العالم طيب مما سيؤدي لزيادة عائدات صادرات الغاز المصري والتي من المحتمل ان تفوق تكليف استيراد الامح فاكرين لما كان الرئيس عمل الاتفاقات الجديدة المتعلقة بكشفات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وفاكرين لما الرئيس اشتغل على شرق المتوسط بمنتهى الجسارة والزكاء مع بعض وفاكرين لما رعاع الاخوان قعدوا يسخروا من هذا الموضوع ثم شككوا فيه ثم ادانوا هذه الخطوات وقالوا انها حرث في البحر بالتعبير وقالوا بالزبط هو كده بيحرط في البحر ومش هيسمحوا له ومين اللي يقدر فمصر طلعت حقل زهر وغيره ومش بس في منطقة شرق المتوسط وتستمر الكشفات ولما تعاملت مجمعات تسييل الغاز والرئيس قال احنا جبنا جون وناس شككت في الجون الجونة هو واحد انت اصبحت منتج للطاقة اتنين بقى عندك اكتفاء ذاتي ثلاثة بقيت مصدر اربعة هذا التصدير وهذا التسييل ادى الى ايه ان انت هيبقى فيه عندك زخم من الوارداء من الصدرات الدولارية دخلك دولار يعوض جزء ان لم يتفوق على طبقا للايكانومست اكبر مجلة اقتصادية في العالم ان لم يتفوق على حجم الفلوس اللي احنا هندفعها علشان نجيب بيها احتياجاتنا ان فضلا من الامر طبعا نهينا عن انه الدول الكبير اللي لعبته زيادة الرقعة الزراعية ومجمعات التخزين بتاعة الامح خلال الاربع او الخمس سنين اللي فاتوا كمان كويس طيب يبقى اللي اتعامل بخصوص الامح واللي اتعامل بخصوص الغاز وانتاج الطاقة في مصر هو اللي قدل ده وقال لكم ان رحنا في الكلاموزيا ويش عرفتوا ليه فعلا مصر جابت جول اوكي جولدمن ساكس بتقول رفع سعر الفايدة هيكله انعكاسات ايجابية قوية على الاقتصاد المصري وهيزيد من جاذبية السوق المصرية امام المستثمرين الدوليين دي هشرح حالك في دقيقتين احنا قبل تده لو تفتكروا اتكلمنا على عجل بس اللي مغلبانا دي اتكلمنا على حاجة اسمها الهوتماني ايه هو الهوتماني من الاخر هو اللي استثمر في الدين يعني يجي مؤسسات او افراد الاخي 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 ويشتروا الديون يعني ايه بيشتروا الديون يعني احنا بمستلف منهم بالحاجات اللي بنسميها السندات يعني سندات الحكومية تبقى بقى اجل ثلاثة شهر ستة شهر سنة بالمناسبة هي ممكن توصل لحد 40 سنة في بعض الدول الى اخير طيب الفلوس دي كانت الناس بتيجي تشتري السندات دي واحنا بعد كده يعني مثلا مثلا لو السند افترضنا انه بألف دولار فانت ما بتدفعش فيه ألف انت بتدفع فيه مثلا 950 لما بتيجي تسترد السند ده في نهاية مدته بتسترد الالف على بعض يبقى الخمسين دولار دي هي أرباحك مثلا طيب فاللي حصل انه لما البنك الفيدرالي الامريكي رفع معدلات الفايدة عنده ايه اللي حصل الهوت ماني ده اللي هو الاستثمارات في الدين دي خدت ضعضها وجريت بسرعة على امريكا ليه لسه ببين ما لهمش تالت يعني فيش داعلي الافتكاس واحد هو معدل الفايدة المرتفعة طيب اتنين هو انه الاقتصاد الامريكي بالتأكيد اكبر من الاقتصاد المصري مش بس الاقتصاد المصري هو اكبر من الاقتصاديات النشئة يعني مصر واللي شبهها فالازمة دي يتعرض لها مصر واللي شبهها فيهرب الهوت ماني ده او الاموال الساخنة دي وتروح على السوق الامريكي يبدأوا يستثمروا في الدين اللي هناك حلو عشان الفايدة عالية وعشان الاقتصاد ده اكبر واقوى حلو او طيب وبالتالي احنا بيحصل ايه هنا بنفقد هذه الاستثمارات تروح جاية مصر عاملة ايه رفع معدل الفايدة عنده فيحصل ايه تعمل عملية اعادة جذب ولو جزئي بس تعمل اعادة جذب يفضل لنا هنا الاجراءات المهمة اللي بتتخذ يمكن خلال الايام اللي فاتت واللي الرئيس بصراحة بيتكلم عليها بقاله اكتر من سنة لو تفتكروا هو بيتكلم مع الدكتور مصطفى مدبولي قال له ايه قال له انا عايز نوصل بالصادرات المصرية نتخطى حاجز الميت مليار دولر سنوي يعني مصر بتاخد اجراءات لزيادة الصادرات طب والصادرات تيجي منين يا يوسف من الانتاج والانتاج ييجي منين يا يوسف من المصانع فرص العمل انتاج وهكذا ده منطق البساط اذا ردا على هو احنا بنعمل ايه بالفلوس اللي احنا بنشتغل بيها وبننتجها يعني عمليا انتاجنا ناتجنا القومي او ما نقترضه من الخارج او ما نقترضه من الداخل بنعمل كده بنوسع مساحات لقية زرعية بنستسمع مش ما بنستسمعش احنا مخدناش الفلوس جب نبص اسهل حاجة كنا نعمل على قديمه الفلوس تيجي تجيب يا شاي وسكر وشوية زيت واتفرح الناس وميت فل واربعتاشر والفلوس تيجي وادعم بيها البنزين والفلوس تيجي وادعم بيها الاحتياط المركزي علشان تغش في سعر العملة فيقولك اصل الدولار بخمسة جنيه ونص وهو عمره ما كان بخمسة جنيه ونص بالمناسبة ما حصلش كذب تدليس غش ده كانت فلوسك يا حبيبي والله العظيم طيب عملية اللي بيجرى دلوقتي اللي انت خدت الفلوس دي بتستثمر فيها انك انت قاعد عمل بتدعم القطعات الصناعية والانتاجية طول الوقت سبق اذا كان على مستوى الانتاج الزراعي او انتاج صناعي او انتاج حيواني الاخ انتاج المواد الغذائية انتاج غير المواد الغذائية وهكذا فانت قاعد عمل بتدعم ده ومن المبادرات الامن المركزي اللي بتطلع لك بخمسة في المية ومش عارفين بتجيلك منين يعني عشان ساعدك تشتغل وتشغل الناس تكسب والبلد تكسب ده اللي بيحصل دلوقتي اردت ان تصدقوا وتؤمن بيه حقك ده اللي انت عاوز تشغل عقلك مش عاوز حقك فلا تصدق انت حر الكرة في ملعبك اللي انا قلت ده استغفر الله لي ولكم لو انا كنت غلطان ولكن انا واثق انه هو حقيقي مش مصدق دور وراي